ده كان زمان دلوقتي خلاص الحمد لله يمكن ربنا يمكن ربنا بيقول لي يبني ابعد عنهم دلوقتي علشان بعد تدعى يبقى في عمار ان شاء الله اه يعني ربما انه يعني تحصل المشاكل مع انه يعني من الصعب انه في يعني اه بالتأكيد انه قب يستطيع انه يبعد عدة ايام يعني عن عن بناته بس جايز اللي انت بتقوله ده يعني حالة شوية حالة فيها تعقيدات كتير يا فندم يا فندم تلت اربع رجالة مصر اللي متطلقين عندهم نفس المشاكل انا في جمعيات كلمتني قالتلي تعالى اقف معا انت انت واضح انه الناس كلها بتطلاقة لما تلاقي مشاكل زي دي بتطلاقة فيها عاوزين نحل الكلام ده يعني ايه تلت ساعات يعني ايه تلت ساعات وثلت ساعات وفي مكان وتروح تمضي ومركز شباب ولا حديقة ولا مكان ايه يعني ايه ازاي يعني ازاي يعني يعني ده انا لو رحت السجن بعمل كده علشان اروح اشوف ناس في السجن اعود معهم يمكن ساعة انا اعود مع عيالي اللي انا جاء مخلفهم والمفروض اكبرهم والمفروض اخد بالي منهم والمفروض يعني ابقى تحت امرهم تلت ساعات ده هم عندهم ساعة تروحوا ساعة تيجي بقى والله قصوى يا جماعة يعني بغض النظر بس شمس ليه منه موزجا ما يفكروش في البنت في الراجل ولا في الست اللي يحط القوانين يفكر في العيال و العيال والعيال لازم يحلق أب ولوم ام ولو الأب ولا الأم مش عاجبهم الكلام ده يبقى بلاش الأب ولا الأم يبقى فيه عقاب للأب والأم بس اه بس صالح العيال لا صالح الست ولا صالح الراجل أظن دي سهلا يعني طيب طبعا التفكير في عضية مجتمعية بهذا الشكل مش عشان هشام سليم بس هو جايز ألامه أكبر بالإضافة لأنه دايما هتلاقي الفنان مشاعره أكبر فناني يعني مرها في الحس لكن مش قوي انت واضح انت تجمت مش قوي مش قوي ما فيه كده وفيه كده غزبا عنك زي أي بنيادة بس انت أكيد كنت بتبكي يوميا لا ما ببكيش أنا ما تعلمتش أن أنا عايض كتير يوميا يمكن بتحصل كده لما الواحد يعني أنا حصلتي مرة في برنامج وكان من كتر الضغوط وبعدين حصل أن أنا افتقرت الكلام ده فإنما عادة لا مش بكاية أنا 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 وافق أن الحكمة حتنتصر في النهاية وصوت العقل وأنه البنات كمان وهي بتكبر يا بيه الحب والحب ربنا خلقنا كده خلق العيال غزبا عنهم حيرجعوا لأبوهم وأموهم أه غزبا عنهم لا يمكن يتنصلوا من هذا لموهم ولا أبوهم لا يمكن لا يمكن لا يمكن طيب عشان الجزء ده كمان لما حصلت كمان مشكلة وهي يعني لأنها انتهت بالصلح والتصالح فيعني دون خوض في تفاصيلها برضو أنت كنت كنت حزينا جدا لما حصل مأزك بنتك اللي هي القضية بتاع الفنانة ياسمينة عبد العزيز اللي انتهت بالتصالح يعني برضو كنت انت حزين من من آه طبعا من اللي حصل من الشرطة مع البنت و آه آه بس يعني صعب أول ده حد يبقى عنده مثلا 35 سنة و ولقيت آآ عيلة عندها 18 سنة قدامها وتتخانق معها إن كان دي غلط أو دي غلط يعني ما آه ما ما يعني المفروض يعني لو أنا عندي 35 سنة ولقيت عيل بيكلمني ما مش هكلمه يعني مش هرد عليه أصلا آه انت كان لازم يعني الناس تعمل حساب شوية لطبيعة السن يعني يعني على قل على قل وهل زعلت كمان علشان طبيعة العلاقة حتى في الوسط الفني يعني انت زملاء الموضوع انتهى بقاله سنة فبلاش نفتحه أستاذ وقال يعني خلاص خلاص وانا الألحانة باخده بشكل عام يعني مش مهمة قوي للدرجات يعني كلنا تخانقنا وإحنا صغيرين وكلنا تنرفزنا وبتحصل فالحمد لله انتهت على خير آه وبتستطيع انك بتتجاوز كل المحن الخاصة دي وانت بتشتغل حتى يعني انا اول ما بشتغل بنسى الدنيا كلها لما بصور بنسى الدنيا كلها فعلا بتحب لا سبحان الله ده بتاعة ربنا بقى يعني انا ممكن اكون بتشنك في الاسبب معين في الستوديو ويقولولي التصوير اقول لهم يلا واشتغل وابقى كويس واركز وكل حاجة وارجع الدنيا تاني دي بقى بتاعة ربنا ليه معرفش انا كده آه الشغل فعلا بياخدك من كل المحن والمشاكل اصلي لو ما مركزتش في شغل حركز في ايه تاني لو الحياة ده عاملك طبيعة خاصة والله يا شامنك الحمد لله لحد كبير آه بتحافظ على حتى وده اللي انا بسأله لك بقى انت بتحافظ على انه يعني البعض احيانا في موجة ما نشاهده ممكن يعرض عليك الكثير بتحافظ شوية على حكاية انا مش عايز اقع في الاسفاف اه طب مش عايز اقع في السوقية لا مش عايز اقع في الاعمال لا يا فنم لان الساست وقا الفن ده يعني ايه يعني حاجة جميلة الناس اللي بتقولك ده الواقع واقع ايه انا بسألهم سؤال واحد هل انت تحب ان بيتك يبقى زي الشارع ولا تحب لما امراتك وعيالك ينزلوا الشارع يبقوا كأنهم في بيتهم لا ده يبقوا كأنهم في بيتهم يعني ابقى ماشي في الشارع بقواعد واخلاق البيت باخلاق البيت واللي عايز البيت يبقى بي الشارع اللي هو بقى بي خلاق الشارع يرد علي اللي عاجبه كده يرد علي بس والله انت عملت التعبير اللي هو انه الانصار هذا المنج يعني عاوزين يحولوا البيوت الى شوارع يعني احنا بنحلم ان الشوارع تتحول الى بيوت قواعد البيت بالضبط بالضبط بس ده الفن انا ما شفتش فن اولا الفن ده بيتعمل لما يكون اا اا اقتصاديات البلد عالية جدا اه والناس بتتمتع بالفن وبتشوف الفن الفن ده عبارة عن ايه عن ديكور وملابس ومزيكة وغنى وقصة تعيش خيالك فيها وتتأثر حاجة حلوة مش معقولة ان احنا نعمل الفن حاجة وحشة يعني الفاظ وبزقات ودم ومطاوي ليه ليه عشان كده انت ادقيقت شوية من هيمنة نموذج البلطقة يعني في الاعمال الفنية لا انا 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 اللي بدايق منه ان احنا بنستسهل وما بيهمناش احنا بنعمل ايه البلد انا بستسهل عشان اجيب فلوس وبس الفلوس مش كل حاجة لكن مع الاسف الاجيال اللي جاية دي ما تربيتش غير على الفلوس وبس لان الرأس مالية اللي موجودة هي اللي بتربي ده وبعدين بعد كل اللي شفناه خاصة في امريكا انا انا بقولها لحضرتك لا فيه رأس مالية ولا فيه شويعية ولا فيه اشتراكية ولا فيه اي حاجة من المسميات الفلسط دي امممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم الملك. ده اللي انا عرفت. اه. حاكمت فعدلت فنمت يا عمر. شفتوا العدل. بس. العدل هو الاساس. هو اساس اي حاجة. اه. الديني عدل هتمشي اي حاجة. شيوعي وكافر ورأس مالي وكل حاجة. بس الديني عدل وقانون. طيب بس قبل ما اطلع فصل ما يعني دايما بتثار هذه الاضاية واحنا دخلين على اه رمضان. تصار مسلسلات وايضا في افلام. فكرة السوقية بعض الالفاظ. الاباحية بعض المشاهد. نموذج البلطاجي هنا والعاهرة هنا نموذج منتشر. انا اقول لحضرتك حاجة في رأيي. اه. ان احنا ابتدينا نبعد عن الكلام ده السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت. ابتدينا نبعد عن الكلام ده. اه. ابتدينا نعمل حاجات كويسة السنة اللي فاتت. من الحاجات اللي انا طلعت بيها من موسم رمضان. قلت الله. ده في شباب حلوة قوي طالح. اه. في ممثلين جمال طلعين. في كتاب جمال طلعين. اكتر من الف زازة اللي موجودة دي. فاحنا في الطريق. وحتاخد وقت لان انا مش فاهم ليه الناس كلها فاكرة ان ان مدام السيسي جيه. او الرئيس السيسي جيه. ويروح عامل كده تلاقي مصر دي بقت ما شاء الله عشرة على عشرة. اه. لا يمكن. اللي خرب في ستين سنة مش هيتصلح في ستين سنة. انا اخد الترابيزة دي دلوقتي قدشها. علشان اعمل واحدة زيها هتاخد لي خمس ايام ست ايام. ام. انما انا كسرتها في لحظة. اللي يكسر بقى في ستين سنة. من اخلاق وقيم وبدارئ ومرور وقانون ورشوة وووو. ده لازم له على الاقل ميت سنة عشان يركب. ام. وهو ده اللي احنا لازم نعمل حسابنا عليه. اه. يعني. 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 محتاج وقت. بس مش يعني. 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 انا اسف. لكن انا 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 اطفق اهو صحيح مفيش حد معنا عصى موسى هيحل لك. يا قصة صحيح هيحل لك كل المشاكل. الرئيس قال كلمة من مفيش ثلاثة ايام. احنا بلد فقيرة. اه. كل الناس مسكوز زي فقيرة واحنا عندنا واحنا عندنا واحنا عندنا واحنا عندنا. لا بس وضا واقع فعلا. ان احنا بلد. لا يا استاذ احنا مش فقرة. اه. احنا فقرة في حاجات تانية. في الالتزام. في الاحترام. ام. في اه. المعاملة. اه. في اه. المذاكرة. في التفاني. في 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 كلمة العمل. في العمل اول. في 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 المحبة بيننا وبين بعض. اه. لما دول يبقوا فينا اعرفوا ان احنا حنبقى عندنا فلوس وعندنا وعندنا وعندنا. طول ما الحاجات دي مش موجودة يبقى احنا فوقها. اه. انت شايف ان الفقر ملف مش في الفلوس وال. لا. والفراوات. لا. لان لو الفقر في الفلوس يبقى الغني كويس. لا. الغني مش ضرور يبقى كويس. اه. في في اغنية منحرفين. بس. في اغنية ارهابيين كمان يعني. بس. انما الاصل المصري الصحيح اللي احنا كنا نعرفه وانا كنت بتربع عليه زمان. هو ده اللي لازم نرجعه. طيب ده بالتأكيد هكملهم معاك لانه كمان هشام سليم اه ما يعني خلطة شوية بدايما بما بين الفن والسياسة وبلاي بعض تعليقاتك وبعض تصريحاتك. والسياسة عندك دايما بي اه بمفهوم الدفاع عن ال عن القيم وعن اه هوية مصر وعن اه. ما فيش بلد من غير قيم يا استاذ الوائل. يعني احنا عندنا عندنا اشعار. اه شعر بيقول كده. طبعا. هطلع فاصل اه. انما من انما الامم الاخلاق فان ذهبت. ما بكر فان ذهبت. فان هم ذهبت اخلاقهم ذهب. اه شوف اخلاق. 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 يعني هي هي الاهمية.